المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن في العادة لشهر رمضان المبارك في الأصل لا بد أن تكون في متناول الجميع لكن هذا العام لم تكن كذلك فأسواق الخضروات واللحوم بمدينة جالو تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار مع حلول شهر رمضان المبارك حيث رصدت عدسة قناة ليبيا آراء المواطنين داخل سوق الخضروات وكشفت عن وجود ارتفاع كبير في الأسعار والذين اشتكوا من ارتفاع أسعار الخضروات واللحوم عما كانت عليه قبل دخول شهر رمضان المبارك نحن الآن قاعدين في سوق جالو صراحة الأسعار ليست بمثلاو المواطنين نظرا لأول حاجة لغياب السيولة انقطاع المرتبات والوضع صراحة لا يليق في شهر رمضان المبارك الإنسان قاعد عاجز على أخذ الحاجات الضرورية مش النار الكمالية ولا كذا كل الحمد خمسين جنيه ومرتب ما فيش يعني الأسعار والله غالية يعني خاصة أمس اليوم الله أعلم بكرة بعد بكرة ولكن اليوم وأمس بطاطا بجنين نص وثلاثة الكسور المعدنوس اللي كانت بثلاثة بجنيه تول ربط بجنيه الصلطة كانت بثلاثة قبل رمضان بيوم اليوم سأنا عليها باربع دينار ارتفاع الأسعار وصل حتى في الخضروات التي تنتج محليا والتي كانت في السابق في متناول المستهلك كما وصلت أسعار اللحوم إلى خمسين دينارا للكيلوغرام منذ مدة في مدينة جالو من جانب آخر رجح البعض ارتفاع الأسعار من مصادرها في مدن الساحل إضافة إلى نقص الوقود والذي كان له تأثير سلبي على ارتفاع الأسعار علاوة على إغلاق الطريق الساحلي وزيادة تكلفة النقل حيث وصل إلى ألفي دينار للشاحنات المتوسطة ناهيك عن غياب الجهات الرقابية التي من واجبها مراقبة وضبط الأسعار ترجمة نانسي قنقر